هنعمل النهار ده بقى تحلية بردة سهلة جدا لو عندكم لتر حليب وشوية دي هتعملوا حاجة حلوة بجد طعمها طحفة مش هترتاحوا نفسيا إلا لما تخلصوها بالرغم بسط المكونات بس بجد هتطلع معكم حاجة حلوة قوي وهتعجبكم قوي ومتأكدة هتقرروها كتير بس قبل ما نبتدي الفيديو لأول مرة تيفوني أنا اسمينة دي ما تنسوش تشتركوا في القناة ولايك وشير لو عجبكم الفيديو هنبتدي بتجهيز الطبقة الأولانية هنحتاج نص كوباية من الدقيق ونص كوباية من السكر السكر ممكن يقل أو يزيد حسب رغبتنا نص كوباية نقص معلقة صغيرة من الكاكاو أنا مستخدمها الكاكاو الخام لإن أنا قردي حتى سكر لو هتستخدموا كاكاو في سكر يبقى تقللوا السكر وتدوقوا وتشوفوا هتحتاجوا ولا لا هنقلب المكونات الجافة دي كلها مع بعضها بعد كده هنحط عليها ثلاث كوبايات من الحليب الحليب بارد من التلاك وهنقلبهم الأول كده على البارد عشان خاطر المكونات الجافة عايما على الوشي كده شكلها غريب لحد لما تدوب كده شوي وبعد كده هنرفعهم على النار ونستمر في التقليب النار متوسطها ميلة للهي دي مش عالية قوي عشان خاطر ما تلسعش من لنا وتتكتل ونفضل نقلب فيها منوقفش لحد لما يبتدي قوامها يتقل معانا زي ما احنا شايفين كده ده القوام اللي احنا عاوزينه يكون قوامه تقيل كده أول ما تتقلب نهدي النار خالص ونحط قطعة من الزبدة ولو عندنا قطعة شوكولاتة أو قطعتين شوكولاتة نحطها هي اختيارية هتعزز النجحة جدا وهتنقلها في حتة حلوة قوي ولكن مش أساسية يعني من غيرها برضو حلو هنحط معلقة كبيرة من الفانيليا ونقلب برضو النار هادية جدا بس احنا عايزين ندوب الزبدة والشوكولاتة أول ما يدوبه يبقى هي كده خلاص جزت معانا وده القوام بتاع هيكون قوامها كريمي كده الزبدة هتخليها قوامها كريمي زي البودين كده صانية مقاس 24 هنصبي فيها الخليط بتاعنا طبعا ممكن تستخدموا أي صانية وأي قالب عندكم ممكن تحطوها في كاسات أو في كبيات أو في اطباق صغنانة من اطباق الروس بلبن يعني زي ما انت عاوزين هنوزعها كده ونسيبها تهدى الأول شوية كده وبعد كده نحطها في التلاجة لمدة نص ساعة تقريبا أو لحد لما تجمت شوية نص ساعة لساعة كده على ما نجهز الطابقة التانية بتاعتنا للطابقة التانية بقى أو لطبقة الكريمة أنا مستخدمها باكت من الكريم شونسي ممكن تستخدمه الكريمة البودرة أو الكريمة اللباني تزودوا سكر بودرة عليها على حسب رغبتكم ومعايا مية ساعة بزودها بالتدريج معايا كوباية من المية الساعة بزودها واحدة بعد دي أفضل طريقة علشان خاطر نحصل على نتيجة حلوة والكريم شونسي بقى متماسك معينا حتى لو هتستخدموا الكريمة السايبة برضو زودوا المية البردة واحدة واحدة اللي حطوا حبة صغيرة وزودوا بعد كده كل ما تحتاج زودوا الناس بقى اللي مش قاعدين في دول العربية مفيش عندهم كريمة بودرة ولا كريم شونسي استخدموا كريمة الخفق اللي هي الويبين كريم أو كريمة الحلويات تضربوها برضو حطوا معاها سكر بودرة وتضربوها كده هوت لحد لما تمسك نفسها ده ربطها لحد لما بقت متماسكة زي ما انتو شايفين كده الطبقة التانية دي جمدت طبعا نسبتها في التلاجة ساعة تقريبا ولكن هي ممكن تجمد قبل كده وممكن تجمد بعد كده على حسب التلاجة يعني بس هي مش بتاخد وقت هي قرضي بتجمد على طول المهم انها منتبقاش سخنة ولا دافية واحنا بنحط عليها الكريم شونسي أو الكريمة بتاعتنا عشان الكريمة تفضل متماسك طبقة الكريمة المفروض تكون قد طبقة البودنج أو الشوكولاتة اللي تحت يعني خلوهم قد بعض وممكن تبقى أقل حاجة بسيطة بس عشان يبقى الطعم متعادل يعني وفي توازن بنفرد بقى الكريمة بتاعتنا ومعايا السكريبر بتاعي ببتدي افردها كده هوت شمال يمين بقى فوق تحت ازبطها كده وسويها على قد مقدر معايا منديل مبلول في مية دافية شوية وبمسح السكريبر وبرجع امشي على الكريمة لحد لما تتفرد هنحطها بقى في التلاجة مفيش يعني عشر داقة ولا حاجة لحد لما انجهز سوس الشوكولاتة بتاعنا سوس الشوكولاتة عملت معكم قبل كده كزا مرة بس المرة دي هديكم ملاحظات في مهمة على البارد ومغير شوكولاتة وبكله في الخلاط وسهل كده نص كوباية من السكر نحط عليها نص كوباية من الحليب ومعلقتين كبار من الكاكاو ونضربهم الاول كده هوت لمدة 30 ثانية وبعد كده ننزل عليهم بنص كوباية من الزيت سرسوب صغنة جدا 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 فيه انواع خلطات طريقة ضربها وخلطها للمكونات ما تخليش سوس دا يتقل هاو كام انا فيه حاجات معاينة باستخدمها مستحيل يتقل فيها لو حصل ان هي ما تقلتش في الخلاط استخدموا الكبة او المطحنة الصغيرة دي لو الخلاط كبير او زيادة او السكينة بتاعته من تحت مش حلوة ممكن ما يخليهوش يتقل فخدوا بالكم بس من النقطة دي ولكن في الغالب هو بيتقل في الخلاط خلاطات العداء بتاعتنا شغالة حلوة جدا بصوا شايفين قوامه عامل ازاي ولكن لو ما تقلش معاكي غيري الخلاط استخدم الكبة او مطحنة او اي حاجة تانية بصوا قوامه ممتاز طبعا نستخدم زيت حلو مش زيت تموين ولا حاجة علشان ما يديش طعمه ولا يبقى طعمها فيه زرنخة وتبقى صعب علينا نفس الكلام بلسبة للكاكاو نستخدم كاكاو نوعه حلو كاكاو في اي وصفة لو نوعه مش حلو يبوزها وبيمررها الكاكاو الخام مش المفوض ان هو يبقى مر زيادة بالعكس تبقى نكهته وناكت شوكولاتة فيه حلوة جدا فناخد بلنا بس ان الانواع دي مهمة جدا لو النوع حلو مهما ان كانت المكونات بسيطة تطلع لحاجة حلوة جدا هنفرد بقى صوس شوكولاتة فوق الكريمة بتاعتنا ويها زي انتهى كده بسبرينجلز شوكولاتة انا عندي منه كمية بسرح مش عارف عم في ايه مؤخرا بحطه على كل وصفات عشان اخلصه بقى وخلص منه بصتوا بقى دي بجد ادمان بجد هتفضلوا وتاكلوا فيها ما تحسون لأ مش قادرة كشوكولات احتاج دي حتة لحد لما تخلصوها كلها بجد طعمها حلو ميكس الاطعمة كلها مع بعضها حلو قوي وبس كده اتمنى ان الفيديو يكون اعجبكم ما تنسوش تجربوا الوصف وتقولي رايكو فيها واشوفكم ان شاء الله مرة جاية في فيديو جديد اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة